نستكمل الحديث عن الفصل الثالث من مقرر للوم العامة فصل الفلك الموضوع الثالث القمر الأهداف يستنتق الطالب خصائص القمر يستخلص تركيب القمر داخليا يحلل نظريات نشأة القمر يقارن بين أنقه القمر المختلفة قصائص القمر يبعد القمر على الأرض حوالي 384 ألف كيلو متر تابع للأرض يحتوي سطحه على مناطق ذاكنة تعرب بالبحار الكمرية وهي مناطق منخفضة نسبية يحتوي سطحه على مناطق فاتحة عبارة عن مناطق جبالية مرتفعة تبقى أثار الأقدام تبقى أثار الأقدام على سطح فترة طويلة والسبب غياب الرياح الرياح مما يتركب الغلاف الصخري للقمر التركيب الداخلي للقمر يتكون القمر من ثلاث طبقات القشرة القشرة طبقة رقيقة من الصخور خاصة السيليكا السمك بتاعها من 65 إلى 150 كيلو متر الوشاح طبقة سمكها حوالي 1000 كيلو غنية ببعض المعادن منها الأوليذين اللب صغير الحق يحتوي على كمية أقل من الحديد مقارنة برب الأرض كما أنه لا يحتوي على لب منصهر زي اللي موجود في الأرض نشأة القمر في ثلاث نظريات فصارت نشأة القمر نظرية التوأم والنظرية دي أيمة على إيه إن الأرض والأمر مصدرهم واحد يعني نشأة من سحابة واحدة النظرية الثانية الانشتار الأمر كان جزء من الأرض وانفصل عنها وبدأ يدور حوالي الأرض النظرية الثالثة الأسر إن القمر كان قوكب صغير وعندما اقترب من الأرض الأرض جزبته وبدأ يدور حواليها نشاط تتبع القمر على مدار شهر العربي وسجل ملاحظاتك الشكل اللي أمامنا بيوضح أول قمر على مدار شهر العربي مع بداية الشهر العربي القمر بيكون هلال كما بالشكل هذا بعد أسبوع يكون تربيع أول كما بالشكل هذا تقريبا ثم بمرور الوقت يوصل لأحدب متزايد في المتصف الشهر العربي بيكون الأمر بدر كامل الإضاءة بمرور الوقت يتحول إلى أحدب بس أحدب متناقص الأسبوع التالت بيكون الأمر تربيع آخر بالشكل هذا ثم في نهاية الشهر العربي يبدأ يقل إلى يصل إليه هلال مرة أخرى وفي نهاية الشهر العربي بكل الأمر معتم تماما كمان في الشكل هذا ده إيه ويسمى محاق محاق ده ده بدر هنا تربيع آخر هنا تربيع أول وده هلال لخص ما تعلمت من الموضوع ترجمة نانسي قنقر